صباح الخير كيف كونسو الاخبار يا رب تكونوا بخير هالفيديو تقريبا حكيت من قبل عن هذا المنتج هو الميلاتونين وقلت فوائده بالنسبة للنوم ورفع المناعة وهو كان العامل الرابع اللي ممكن نحن ناخده اذا حال وقاية من كورونا بيرفع المناعة هو من اقوى مضادات الاكسدي على الاطلاق اقوى من الميلاتونين هو الهرمون اللي بيتحرر عند النوم من الغدة الصنوبرية اللي بتتكلس وبتعطي شكل بيشبه كوز الصنوبر هالي الشجرة الشاكينة بتتكلس بهذا الشكل وقته بيخف افراز الهرمون وحكيت انا بالمسبة للناس اللي اه ممكن اه الوقاية من فيروس كورونا ورفع مناعة الجسم مناخد بلايتامين سي ومناخد بايتامين دال وكان الميلاتونين اضافي لسه في مواد تاني بس اه بحاول نقص شوي انا منه مشان ترجعوا للفيديوهات اه تشوفوا ممشان ترجعوا وتدخلوا للفيديوهات مشان تشوفوا قيمة المعلومات اللي اللي عم تتقدم عادة اذا هذا الميلاتونين بيرفع المناعة او بيساعد اه للارق الارق هي حالة من قلة النوم ممكن يكون اكتئاب وهادي كتير واحد بيصعب عليه النوم او بينام شوي وبيرجع بفيق فهو كتير الميلاتونين بنظم طبعا له اه عيارات كتيرة تقريبا رح تخلص عندي انا بيان حبتين عيار ثلاثة ميلي جرام ممكن تخدم ثلاثة الى خمسة ميلي جرام هون عم نحكي عن وصفة لتقليل الارق اول شي اذا بنا نحكي هون عن الكيوي الكيوي اه طبعا لازم تنتبهوا انه رح فيه ثلاث اضافات هون رح تكون موجودة اه منها الكيوي الاشخاص اللي عندهم حساسية على الكيوي ممنوع يستخدموا هذه الوصفة وفيه منتج تاني ممكن يعمل حساسية تابعوا الفيديو اللي نحكي عنه اه اذا رح نضيف هون انا حاطط هون اه اه بالخلاط اه اضيف انا سمار كيوي اشرت قبل سمار الكيوي وهو المنتج الاول اه في فيديوهات بالقناة عن الكيوي عن الحساسية للكيوي اه بالمجمل ممكن احيانا اه شكل الحساسي يمكن يسبب الحساسية طبعا فيه طير بيشبه اه 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 لهك السمة الكيوي اه طبعا رح نحكي بالخلاط طبعا في اه سمار ثاني محضرها قبل الكيوي يقلل من نسبة الدهون السلاسية يعزز من سلامة جهاز المناعة مصدر جيد للالياف الغذائية غني بحمض الفولي غني بفيتامين اي يحمي من التجاهيد وفر كمية جيدة من المنغنيز يحمي دي ان اي دخل النواة من التأسر تأثير المدمر يعني انت اوكسيدان هون تأثير مدمر الاكسجين يقلل من فرص الاصابة بالجلطات يقلل من الام العضلات يقوي العزام يساعد الجسم في صناع الميلانين يحفي على كمية كبيرة من فيتامين سي اذا ما قرنه بالبرتقال ويحمي من ضمور البقعة الصفاء بالعين يحمي من المخاطر الصحية المتعلقة بالجهاز التنفسي الشيء الثاني اللي راح احكي عنه انا واسمحوا لي اه من ضيف نحنا راح نضيف نحنا الفراولة الفريز طبعا راح نشيل الوراق الفريز من الفواكه الشهية كتير طبعا رائحة جميلة جدا من فواكه السير طبعا احاول انا اترك كم حبي اكلون الحبات المستوية شوي راح احتفظت فيها طبعا اذا اضعنا بالخلاط اول شيء اه اه ام اشهر جاهزي راح اضعنا اضعنا بالخلاط اول شيء الكيوي ثاني اه شيء حطيت انا مع اوام حط الفريز. الفريز هو غني بمضادات الاكسدة والمرتبات النباتية المفيدة مصدر غني للالياف يساعد تناول الالياف على اداء وظائف الجهاز الحضمي بشكل افضل مصدر غني بالمعادن وفايتامين سي وهو احد الفايتامين اللي انتهي انتي اكسيدان مضاد بيخفف من التهاب المفاصل يساعد بانقاص الوزن. هلا طبعا كمان الها فوائد على البشرة اي شيء يدخل بي او بيحتوي على كمية كبيرة من الفايتامين سي هو اه كتير بيكون مفيد للبشرة يقلل من الحالات السوداء والتجاعد حول العين يحمي البشرة من اشاعة الشمس الضارة تساعد في علاج حب الشباب تمنع ظهور تجاعد المبكر الزاكرة تعالج الشفاه الداكنة نزلت ورقة هون وبها ساعد في تبييض الاسناع الازن ازن ازن انه كتير وزائر منها تلشيط المخ والزاكرة يعزز ملاعات الاطفال مليء اه مليء بالمعادن ماجنيزيوم يود والنحاس بيرطب الشعر يزيد من حق الدهون يقري من امراض السرطان والقلب والزلطات بيخفر ضغط الدم لانه يحتوي على البوتاسيوم وبيخفر من الربو بيطبيض الاسنان وبيعالج اكتئاب الشداء هلأ هاي دي شكلها رح اتركها هيني رح اترك شوي لآكلهم ورح اترك شوي بحطه بالوصفة عم حاول شوي اللي شكلهم حلو احتفظ فيهم والباقي عم نحطهم للخلاط لآخر شي لو اعطيتك انت الخلاط بيرجع الي طبعا بتساعد بحل مشاكل العيون حيث ان السبب الرئيسي لمشاكل العيون هو الجزور الحرة ومقصام في المواعد المغزية للعين خاصة مع تقدم العمر والتي تسبب عيوب في الرؤية وتنكس العصب البصري والجفراب في العين نظرا لاحتواء الفريز على مواد مضادة للأكسادة انتي انتي اوكسيدانت فان ذلك يقي من هذه المشاكل يقي من الاصابة من النقص والتهاب المفراصد في فيديوهات حكي عنا قبل انا حكي فيها حكيت فيها عن الحساسية على الكيوي حكيت فيها على الحساسية للفريز المنتج التالي اللي راح نحكي عنه هو الكرام بيري البرو بيري هلأ فوائده فوائده نحن راح حط كمان نفس الشي راح حط عدد واحد اتنين احصومون بالنص بغطيه للبلندر وبرجع بقرار اميراتي اربعة وخمس وستة سبعة وثمانة تسعة وatan مسافة واندعش تمام برحمة تغير راح حضر اميراتي اترام سواتعش انا بإمن بعلم الارقام من فوائده يخفف الاتهاب المثالك البولية امراض الجهاز التنفسي حصيات الكلية سرطانات امراض القلب وقايم اضطرابات المعدة ومرض السكري وامراض اللسه اذا اي شي لما منحكي على الكرامبيري والبلو بيري عنكم يساعد كثير بالتهاب المجاري البوليه التهاب المسالك البوليه ركت هدون لعاكله طبعا لازم يكون يعني تقريبا فرش غير انه فرش منقول تقريبا بلدي لكله هالطعم طيب فيه منه بتشوف طعمه محايده بنقوله مثل الماء ليه لانه بيكون صناعي اي شو يعني صناعي يعني بيوت بلاستيكي وما شابه ذلك مبيدات كتير حشرية اسمي ذا فلا ما بتطلع على نكحة وخصوصا بكم تعرفوا يعني الفواكه لها موسم وفيه فواكه لازم هيك انواع فواكه ما بده كتير سقايا فاذا كانت ببيوت بلاستيكيه تركيز المي الزايد بفقدها لكهتا يسمى هادي الفواكه والقطارة بتكون بعل عادة تركيز المواد والفايتامينز وما شابه ذلك دمنا بيكون ضمن حده محدد بالطبيعة فبتعطي طعمه طيبة اذا المنتج الثالث اللي دفناه مع الكيوي هو البلوبيري بيساعد كتير بالتهاب المسالك البولية غني بالانتي اوكسيدانز بيضبط مستويات السكر بالدم تكون تنتبهوا الفراولة المستويات السكر فيها مش كتيره متل غيره بحافظ على صحة الجسة والاسنان يحتوي على عدد كبير من ضادات الاكسادة اذا قررناه بالعديد من الفواكه تحسين صحة القلب والاوعية الدموية حماية من قرحة المعدة الوقاية من امراض السرطانات وزيادة مناعة الجسم ثلاث شغلات انا حطيتهم هون للارق وزيادة مناعة الجسم لازم تنتبهوا ان النوم الجيد كتير كتير بيساعد النوم الجيد بيرفع المناعة النوم الجيد ميلاتونين والثلاث اللي حكينا عنهم الكيوي الفراولة الفريز الفراولة الفريز واللو بيري كلهم 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 الكرامبيري كلهم بيساعدوا برفع مناعة الجسم نالا نحن نقوم باورش اشتركوا في القناة 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 سلام